اشتركوا في القناة شغادي تخدم من بعد ما تساري قرأتك عدد كبير منكم كتلقاه دائر شي شعبة لا علاقة له بها وكتلقاه كي يضيع وقته على واله وفي الاخير كي يضيع وكي يضيع حياته وغادي نعطيكم ان شاء الله الشعبة اللي ممكن تدير والآفاق ديالها بمعنى الخدمة اللي ممكن تخدمها صافي اذا على بركة الله ندزو نشوفو هاد يعني الشعب اللي انتما ممكن تديرو من بعد التاسعة ديالكم اذا عدنا هنا يا كما كتشوفو سلك الجدع المشتركة شك نقصد بالجدع المشتركة هي سانكيا صافي والسانة الاولى من السلك الباكالورية هو تنقصدو به هو سيزيان والسانة التانية من سلك الباكالورية كنقصدو به هي الباكالورية وخا اذا دبنتما من اللي غادي تعمروا ودخلوا لسيتي ديالكم وغا تعمروا الشعبة اللي ممكن تدروه ولكن هاد الشعب هادي مش غير عجي وعمار فالاخر ان شاء الله غدين يعطيكم شنو خص تكون عندك. متلا يا اما متلا تكون تكون جايب نقاط مزيانة في الماط وفي في في الفيزيك وفي العلوم. اه正 peppers لي ممكن تدير. متلا الى عندك المواد الادبية مزانين. هالشعبة اللي ممكن تدير وخاء غير تبعوا معي ان شاء الله تشي كله غادي نشرحه وغادي نعطيكم حتى الخدمة يعني من بعد ان شاء الله ما غا تسليوا الباكالورية دي لكم يعني ش فين ممكن تدفعوا يعني تنقضوا خدمة صافي إذا ده باشن ممكن تعمروا يا إما ممكن تعمروا جدا مشترك للتعليم الأصيل هالتعليم الأصيل غا تقره يعني في صنكيا صافي يعني كشعبة عامة ولكن في سيزيام غا يعطيكم معتاني واحد لغاق خرين غا تعمروا شعبة لي او للمسلك اللي انتما بغيتو تديرو كان المسلك دي العلم الشرعية وكان المسلك دي اللغة العربية صافي هدف جدا المشترك للتعليم الأصيل ممكن تعمروا جدا مشترك للأداب والعلوم الإنسانية هادا بتقرهه في صنكيا وان شاء الله ما اللي غا تطلعوا في صيزيام ايضا يعطيكم واحد الورقة شنو غا تعمروا فيها هتختاروا يعني ما غا تختاروا الشعبة للأداب والعلوم الإنسانية هادية او تاني متى يختلف المساودي حوز العلوم الإنسانية سأخبرنا一个 опcert about the book علوم التدبير ما لغة العلبة كالورية؟ ما ستقرأ؟ ستقرأ إما مسلك العلوم الاقتصادية أو مسلك العلوم التدبير المحاسباتي ثم تختاروا عندنا فات شعبات جدع مشترك الأدب والعلم الإنسانية عندنا فيها أيضا شعبات الفنون التطبيقية شعبات الفنون التطبيقية في الباك وخا عنده ذلك ما يمكن أخر تعمره؟ ممكن تعمره جيدة مشترك علمي ما عندنا فات جيدة المشترك العلمي؟ متى تقرأ بالسيزيام وممكن أن تعمروا ايضا ستختاروا بشعبات العلوم الرياضية وهذا ما سيطلقوه ستختار لك اما بعد الملاحظة لم يكن شوفوا الملاحظة اللي قالوا لنا قالوا لنا إمكانية الالتحاق بالثانوية الملاكية الإعدادية للتقنيات الجوية بمراكش جيدة المشتركة علمية يعني إمكانك أنك في سيزيام تنتقل هذه المدرسة تقرأ فيها واخر هذا ممكن تعمره نزعه ثاني لشعب آخر أو لجيدة آخر جيدة المشتركة تكنولوجيا ممكن تعمرها شو ستقرأه؟ ستقرأه مسلك العلوم مسلك العلوم في سيزيام مسلك العلوم والتكنولوجيا الميكانيكية ومسلك العلوم والتكنولوجيا الكهربائية أو لشعبات العلوم الاقتصادية والتدبير أو لشعبات الفنون الطبيقية ومن هنا تطلعوا أخرى لبكالورية عندكم أخرى اختيار كتختاروا ومسلك العلوم والتكنولوجيا مهمة هم هالختيارات هنا شنخلي لكم مهم لكي همنا ذبحنا هو هاد الشيادة هاد الشيادة هنا يا جيدة المشترك ندوز إلى شنو ممكن أخر تعمر جدو علمية قالوا لنا انظر اللوحة جوج إذن هنشو ندوز إلى هنا 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 الجدوع المهانية إذن شنو ممكن تعمر تعمر الجدوع المهانية الصناعية عاي والجدوع المهانية الصناعية شنو فيها فيها مسالك مسالك شعبة الهندسة الميكانيكية وفيها مسالك شعبة الهندسة الكهربائية وفيها مسالك شعبة الهندسة البناء والأشغال العمومية 6. وعند ذلك الفنانيyn ايضاً 7. و?'V . 8. الجدع المهاني الخدماتي عندنا مسالك شعبات الخدمات مثلك الفنون الطبخ مثلك الخدمات يعني الطعام مثلك الاستقبال الفندقي مثلك التجارة مثلك المحاسبة مثلك التسير لإداري الإدارة عندنا مثلك اللوجيستيكة مثلك تصميم الأزياء مهمة الشي نخليكم أنتم ما تقرأها لكي هم من يدبه وهذا الشي هذا ومن بعد يعني تعموا كنتم مفد المسائل لكي تعرفوا شنو ممكن أنكم تديروا صافي وعدنا الجدع المهاني الفلاحي حتى هو إلا ويتو تعمره كتعمره وعدنا التكوين المهاني مستوى تأهيل تكوين المهاني ممكن أنك تعمره وخما أخذي تشتسعى ديالك وبغي تديره مش مشكل من حقك تديره سوف ندوز معكم الحاجة أخرى وهي ليس شيء غير أجي وعمر أي شعبها ما هو المؤهلة التي يجب أن تكون عندك لتعمر مثلا هذه الشعبها؟ أخرى سوف ننشي الجيدة على المشترك للتعليم الأصير ما هو يجب أن تكون عندك كمؤهل لتتعمر هذه الشعبها؟ إذن يجب أن يكون المستوى جيد في اللغة العربية والمواد الإسلامية يعني الفيق والأصول والدين والتفسير والحديث بصفة عامة وهي من التربية الإسلامية بصفة عامة إذا تتعمر هذا الجيدة على المشترك للتعليم الأصير ستكون عندك يعني اللغة العربية مزيانة والتربية الإسلامية وبالإضافة ما داروشنايا حتى الفرنسية واللغة الإنجليزية أخا، سوف نرى ما هي الخدمة التي يمكن تخدمها مثلا في حالة ما أنك شدت الباكالورية لك فهذا الجيدة على المشترك للتعليم الأصير ممكن تدريس يعني التعليم أستاذ يعني ممكن تدري المحامة محامي المهن القضائية القاضي العدول توتيق بعض المهن في الميدان الأسكاري وشبه الأسكاري أخا، ده بغد ندوز إلى جيدة على المشترك الأدب والعلوم الإنسانية نفترضو عمرتي هذا هذا العام إن شاء الله عمرته شنو المؤهلة لخطة تكون عندك بشتعمر هات الشعب هذه إذا المستوى جيد في اللغات يعني العربية والفرنسية واللغة الأجنبية التانية أي الإنجليزية أخا، والاجتماعيات وحب المطالعة والاهتمام بالميادين الأدبية والفنية يعني هذا الشيء يكون لخصك تكون يعني مهتم به إلا بغي تتعمر يعني جيدة على المشترك الأدب والعلوم الإنسانية شنو هما يعني الأفاق ديال هات الشيء شديتي الباك شنو غدير يعني بهذا الجيدة هذا بهذا الباكالوري هدي الجديتي عندك تدريس لمحامات المهن القضائية الصحافة التنشيط المصراحي والفني والثقافي بعض المهن في الميدان الأسكاري وشبه الأسكاري أخا، ده بغد ندوز إلى جيدة المشترك العلمي أمرتي جيدة المشترك العلمي شنو المؤهلة تخصت تكون عندك شنو كتتقن يعني تكون مثلا هادو جايب في الفوروض مزيان فيها يعني مستوى جيد في الرياضيات الرياضي خصت تكون جايب فيها نقط مزيان وتكون كتدقها والفيزياء والكيميا تكون مزيان فيه والفرنسية وعلوم الحياة والأرض وحب التنظيم مع دقة الملاحظة تكون يعني دقيق في الملاحظة الأستاذ كيقول لك شي حاجة كيقول لك شنو اللحتي يعني تكون كتطيرها صافي شنو الخدمة اللي ممكن تخدم عندك الهندسة مهندس عندك الطيب طبيب عندك الصيدارة تولي صيدالاني عندك البيطارة طيب يعني طبيب مختص في الحياة والات عندك التمرض عندك التدريس عندك الملاحة عندك الإعلام عندك الميدان العسكري وشب العسكري عندك التمرض ممرض عندك التعمير عندك تسير وتدبير هاتش كل شي عندك في الجيدة المشترك العلمي إذن كما كتشوفوا معايا ربما يعني هنايا شوية الجيدة المشترك العلمي يعني الخدامي ربما أكتر شوية يعني من الشعاب الأدبية ولكن خصت تكون عندك الاهتمام بالرياضيات والفيزياء والكيمياء وكل شي وهاتش لا يعني أنه أرى الجيدة المشترك العلمي هو صعيب الجيدة المشترك للتعليم الأصل أو للتعليم الأصل هو أصعب منه جيدة المشترك العلمي لحقا شكين لا يقولي يا أستاذ في الجيدة المشترك للتعليم الأصل أو للجيدة المشترك للأدب والعلم الإنسانية فيهم الحفاظة بالزعف والجيدة المشترك العلمي ما فيهم مش الحفاظة شوف كل شي صعيب وكل شي سهلا في نفس الوقت غير خاصك انت شنو بغي تدير واش عندك الحب ديال هديك المادة او هديك الشعب اللي انت غدير او لا ما عندكش هنا عدنا جيد على المشترك تكنولوجيا اذا المستوى جيد في الرياضيات والعلم الفيزيائية الفرنسية هي لغة تدريس الرياضيات والفيزيائية والعلم المهندس اذا الفرنسية اتقرأ هاد الرياضيات والفيزيائية والعلم المهندس اتقرأ باللغة الفرنسية وحب العمل يدوي وفهم الأنظمة الكهربائية والإلكترونية والميكانيك سوف يعاد الأشياء كلها خصوصا تكون عندك إذن هنا شنو هي الخدمة اللي ممكن تخدمها بعد ما غدتشد ان شاء الله الباكالورية ديالك أو لا شنو الديبلوم اللي ممكن ت bless you من بعد الباكالورية عندك الهندسة الكهربائية والإلكترونية وعندك الهندسة الميكانيكية وعندك الصيانة وعندك التدريس وعندك الميادة الإسكارية وشيب الإسكارية لكم شي تساءلوا خليوا لي في التعليق وإذا كنتم مفهمتوا شي حاجة من هاتش اللي تطرقت لها دابا خليوها لي في التعليق لأنك ما قلت لكم التوجيه والتوجيه مسألة مهمة ومهمة جدا إلى ما عرفتيش إني تختار الشعبة اللي انت غادي تدربت تلتا إعدادي فكون أكيد على أنك غادي تضيع وغا تضيع يعني حياتك على والو صافي وأي شعبة اختارتها فخاصكم تخدمو فيها مزيان وجميع الشعب رأى عندها الآفاق ديالها يعني يعني جميع الشعب اللي خدمتي اللي خدمتي فيها مزيان وجد فيها نقطة مزيانة فغادي تخول لك أنك تخدم خدمة مزيانة فإذا إلا كان عندكم مش تساوي كما قلت لكم خليوا في التعليق وإلى الحلقة القديمة إن شاء الله